اشتركوا في القناة السلام عليكم أخوتي معكم ناجات عسام من دار البيضاء دابا نبدأ لكم من الأول من اللي كنت صغيرة جابوني دارنا الرباط حيث ما في حالناش ودارنا في العربية جينا الرباط وكنا كارين بيت وعايشين على قد الحال من بعد صافي مشاوا ودارنا العربية ما قدروش على الحياة صعبة منرجعوا من العربية بقيت أنا خلوني كنخدم في الديور بقيت هكاك هكاك اللي حتى كبرت من بعد جيت للدار البيضاء عاوتاني كنت كان خدم في الديور كان بيت عندهم كنت كان نشوف والديهم كتغيرة مرة في العام من بعد من اللي مني جيت للدار البيضاء صافي بقيت هكاك من بعد تلاقيت بوحد السيد في وحد الخدمة هو يشيفور وأنا يخدامه صافي من اللي قال لي بغيت المعقول و بغيت نتوج قال صافي غادي نعيش أنا وياه وسترني صافي من بعد صافي ولت مشاكيل و بقى كي يدير دكشي دمخ ديرات و كي يمشي لحويج الخيبين صافي يادي كان كي الدبز معي في الدار و موالين الدار تاهم كي تكعفصوا عليها و ذك شيء و صافي مني نتزوج بي ذك شيء مشيت للبلاد عاوتاني كمشي كان هزي حويجي كان دي والدي صغير ولدت معه كان دي والدي للبلاد كان قلس شهرين في البلاد نعود رجع عنده عاوتاني شهرين عاوتاني شهرين في البلاد عاوتاني شهرين عنده يعني ما عشت شاي معيه بزاف صافي من بعد خلاني في العربية آخر مرة إيادي كان ولدي من بعد صافي بحجرني مبقاش كي يجي مرة بثلت شهور مرة مرة تسع شهور مرة بحلقة كان عايت لي في تليفون كي يدفعي عليها مرة يبدل عليها مرة مرة كل مرة شنو بديك ساعات آه كي تفعي لي يا تليفون ما يبغيش يجاوبني نعيط عند مولات الدار ولا نعيط عند الخدامات اللي عندها نبقى نطلب فيهم باش يدوزوه لي ومنين يدوزوه لي أو تاني واش غايه دار معايا ولا لا بل مرة ما يبغيش يهدر بقيت بحلاكاك جيت عندهم الدار دقيت عليهم وقيت له واش هاي الشيخص تدير معايا حل ولوليات الصغير وهادي قالي عندي ما ندير ليك واشجرع لي صافي ياديك صافي مشي ترفع الدعوة دير طلاق ياديك صافي وجبت ولدي جبت ولدي حتى لدابة حتى دار 9 سنين أنا كنت مخليها لدارنا منين خليت لدارنا صغيرة عنده 9 شهور ياديك خليت واجيت نخدم باش نفك راسي في الديور دائما في الديور خليت ولدي صغيرة عنده 9 شهور واجيت باش نخدم بقيت بحلاكك بحلاكك اللي حتى جمعت الفلوس ورفعت الدعوة وطلقت ومن ديك الساعات فاش طلقت ما كيصرف علي ما حتى شي حاجة ما كي نوالو أنا ما دعيتو شو حقيقة حقاش كي يقولك ما عنديش وان مشي غير الحبس وكي دردك شيد المخديرات ياديك صافي ما عنديش أصلا باش ندعي ياديك صافي طلقت منه وصافي وبقيت كان خدم أو تاني كان خدم حتى الدابا مشيت لدارنا فجأت كورونا خرجت من الخدمة مشيت لدارنا ومي مشيت أسادي مع كورونا وذلك الشي نقاطعت على الخدمة وبقيت كان نشوف الشي حويج اللي عمرني مشته ومشت والدي صغير كيف عش كيعيش وصافي وقافي صافي وانا نجيبه مني نجبته هنا لهذا البيت اللي أنا كارية دابا قيت كان نقلب على الخدمة خدمت في حد القهوة منين خدمت فيها ضربت عمو حد ثلاثة شهر صافي وما يخرجوني قالوا لي علشك بشي تشوفي ولدك ولدك كل مرة علشك بشي تشوفي وجروا عليه وعيت ما نقلب على الخدمة سيدي وكان دور وعطيت للناس النمر التليفون وكيقولوا يسيري تنم تكونش خدمون عاي طولك صافي يادي كان باقي كانت سنة لدابا رأيما ما عايت لي حتى شي واحد ما خد دماش موالو ما عندي حتى من وكل والدي والله مولاتو بغي في 12 الف دابا أنا 4 سنين وانا فيها الدار كانت معي وحد البنت في هذا البيت هذا كنت كان خلص أنا استالف ويستالف مشات البنت ودبا مولاتو بغي استالف وأصلا كتساني وحد شهرين دي الحجر الصح يمزل مع ديتاش له هوا ما عندي شي الغالب الله بغيت الناس المحسينين يساعدوني باش ممسخاهم الله ولا لكينش يخديما يخدمني شي حد صافي هادش اللي بغيت كان قولي ماخوتي غاي خليكم ورحملكم الوالدين اللي ما تساعدوا معي باش ممسخاكم الله باللي كان وخات القولية شي خديما وعف الميناش كان طالبي بخدمة نقية وشريفة وصافية أنا ماتل مغيش أنا الحويج خيبين هادش لك هين خويا ترجمة نانسي قنقر